اهلا بكم اعزائي طلبة وطالبات التعليم الصناعي قسم الزخرفة والاعلان والتنصيق برحب بكم النهاردة طلبة الصف الاول الصناعي قسم الزخرفة في مادة تكنولوجيا المعدات طبعا زي ما تكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن مادة تكنولوجيا المعدات اتكلمنا انها مادة جميلة بتعرفني عن المعدات والادوات اللي انا بستخدمها بتعرفني اهم الادوات محتويات الورشة مكان الورشة اهم الشروط الواجب توفرها في الورشة السقف والجدران وكل ما تتكون منه المباني بتاعت الورشة والورشة اقسمها ايه ومحتوياتها ايه كل دا تكلمنا فيه في الحلقات اللي فاتت بدأنا في الحلقات اللي فاتت بالكلام عن بعض الادوات البسيطة اللي بنستخدمها داخل الورشة بدأنا كلامنا بالعبوات اتكلمنا عن المساتيل اتكلمنا عن الجرادل اتكلمنا عن البراميل اتكلمنا عن الاوعية الصغيرة العلب البرطمانات الزجاجات وشرحنا بطريقة بسيطة جدا ازاي هنرسمهم المعدات هفكركم تاني هي مادة بتتكون من شقين شق مرتبط بالمعلومة وشق مرتبط بالجزء الخاص بالرسم يبقى انا مطلوب مني اكون درسم كويس ومطلوب مني في نفس الوقت اكون بعرف اجاوب على المعلومة يبقى مادة المعدات فيها شق كتابة وفيها شق رسم خلونا كده بقى نبتدي مع بعض نشوف درسنا بتاع النهاردة في مادة المعدات هنبتدي اول حاجة نتكلم عن الادوات المختلفة للصنفرة او معدات الصنفرة احنا هنعتبر نفسنا ان احنا النهاردة بنعمل شرح ولكن في صيغة اسئلة حتى من باب ان احنا نتضرب على طريقة حل الاسئلة لما تجينا في الامتحان يعني احنا هنحول المنهج بتاعنا سين وجيم طبعا انا ان شاء الله هعمل لكم مراجعة كاملة قبل الامتحان نتكلم فيها عن كل حاجة او كل طريقة او نشرح ازاي الاسئلة بتيجي ممكن تيجي علم ممكن تيجي اكمل ممكن صح وغلط ممكن اسئلة مقال الرسم كله هنراجع عليه قبل الامتحان لكن احنا النهاردة برضو هنستعرض المنهج بتاعنا في صورة سين وجيم اجب عن الاسئلة الاتية السؤال الاول عن معدات السقل والتنعيم والصنفرة الصنفرة هي عبارة عن ايه؟ بيقول لي اذكر اهم استخدامات الصنفرة طبعا الصنفرة انواع متعددة اشكال متعددة الصنفرة من الادوات الهمة في تجهيز الاسطح قبل واثناء الدهان يعني انا بصنفر السطح قبل ما دهنه وبصنفر السطح كمان ما بين طبق الدهان واخرى كمان احنا خدنا كلمة سقل وكلمة تنعيم وكلمة صنفرة فيه كمان عندي كلمة تخشين يعني الصنفرة عندي مش للتنعيم فقط طيب التنعيم احنا فاهمينه وعارفين عشان تسوية السطح طب التخشين انا النهاردة يهمني ان طبقات الدهان تكون متغلغلة في السطح اللي انا بدهنه لو انا عندي النهاردة السطح شديد النعومة وجيت انا قدهنه الدهان مش هيبقى متغلغل فيه كويس ومش هيبقى متشرب فيه كويس فبعمله عملية تخشين بسيطة بصنفرة تكون متوسطة النعومة عشان تساعد على تشرب او تغلغل الدهان او دخول الدهان في مسام السطح وده يساعد على تماسك الدهان بشكل اكبر يبقى الصنفرة من الادوات الهمة في تجهيز الاسطح قبل الدهان واثناء الدهان ممكن ما بين طبقة وطبقة اخرى زي ما قلنا يئما تنعيم السطح يئما تخشين السطح شديد النعومة تباع الصنفرة على شكل افرخ او لفات او رلات اللفة بكرة زي الصورة اللي احنا شايفينها قدامنا ودي انا بقطع منها حسب الاستخدام ودي باستخدمها اكتر في ادوات الصنفرة الالية لان احيانا انا بربط الشريط على الجهاز وبيبتدي الجهاز بتاعي يتحرك فببقى مش محتاج مجرد فرخ صنفرة زي هنشوف نوع من انواع الاجهزة الالية للصنفرة اللي هي صنفرة الشريط او الدبابة ودي بيتم ربط الشريط عليها على شكل بكرة وبعد كده بيتم عملية الصنفرة في حركة شبه دائرية خلينا نشوف بيقولي الصنفرة زي ما احنا عارفين قلنا بتستخدم لتنعيم الاسطح طبعا الموضوع ده من زمان جدا طب بيقولي قارن ما بين انواع الصنفرة قديما وحديثا الصنفرة قديما كانت الخلفية بتاعتها من الورق المادة الاساسية اللي بنضع عليها مادة الجلخ او مادة السقل او المادة المناعمة كانت من الورق يبقى الاساس من الورق والمادة اللاسقة من الغراء طبعا ليه احنا استبدلنا الغراء القديم بمواد جديدة لان الغراء بيزوب في الماء والورق كمان بيزوب في الماء فكانت الصنفرة دي بيبقى عمرها قصير ومادة السقل كانت الرمل بدردات نعومة مختلفة حديثا بقت الخلفية من الاقمشة واللدائن اللدائن انواع من البلاستيك بتقوم المزيبات وبتقوم المية بعمل مزيج بين الاقمشة واللدائن دي خلفية الصنفرة مادة اللسق من السيليكون والسيليكون زي ما احنا عارفين وزي ما هنعرف السنة دي والسنة الجاية لما هندرس السيليكون في القامات هو من المواد التي تقوم المزيبات تقاوم الحرارة تقاوم أي نوع من أنواع العوامل اللي ممكن تتأثر بها يبقى السيليكون مادة لسقة قوية جدا أحسن من الغراء وأقوى منها يبقى الخلفية هنا من الورق الخلفية هنا من الأقمشة واللدائن مادة اللسق هنا من الغراء مادة اللسق هنا من السيليكون قديما كانت مادة السقل أو التنعيم أو مادة الجلخ هي الرمل دلوقتي بقت عدة مواد ثاني أكسيد السيليكون أو مصحوق الزجاج اللي هو الكربوراندوم أو كربيد الكالسيوم أو أكسيد الألمونيوم والكروم تاني نقولهم مع بعض ثاني أكسيد السيليكون مصحوق الزجاج الكربوراندوم كربيد الكالسيوم أكسيد الألمونيوم والكروم أعيز أقول لكم أن كربيد الكالسيوم ده حاليا من ضمن التحديثات الجديدة اللي حصلت بيتعامل منه سن كده زي سن الألم من كتر ما المادة دي مادة قوية ولها القدرة على النحط ومقاومة الاحتكاك بتستخدم في المعدات الحديثة للحفر على الزجاج بتستخدم في حفر الرسومات والزخارف على سطح الزجاج من كتر ما هي مادة قوية وبتقاوم الاحتكاك وفي نفس الوقت بتدي قدرة عليها على السقل أو تنعيم الأسطح السؤال اللي بعد ده بيسألني برضو احنا لسه في نطاق السنفرة والكلام عن السنفرة بيقول لي قارن بين أنواع السنفرة محيس الاستخدام وتركيب كل منها يبقى أنا هنا هرجع للسؤال تاني السؤال بيقول لي ايه هقارن هنا بين أنواع السنفرة من حيس الاستخدام هناك كنت بقارن ما بينها قديما وحديثا هنا بقى السنفرة الجفة جفة يعني ما بتتعرضش للمية يبقى دي ينفع استخدمها في سنفرة سطحها هدهنو بدون ما يكون هيتعرض للمية طب هو فيه أنواع دهنات بتحتاج ان انا اعرض السنفرة للمية اه عندي دهان زي دهان السيليكون زي دهان السيليوز اللي هو دهان الدوكو دهان السيليوز أثناء عملية السنفرة بتاعت السطح ببلل السطح قليلا بالمية يساعدني في عملية سهولة السنفرة فلو السنفرة بتتأثر بالمية هتبوش مني وهتدوب مني ومش هتأدي لي المهمة اللي أنا عايزها يبقى السنفرة الجفة التي لا تعرض للماء خلفيتها من الورق أو القماش ودي بتستخدم في سنفرة الخشب أو معجون الجدران النوع الثاني سنفرة مقاومة للماء زي سنفرة الدوكو زي ما قلنا ودي مدتها اللاصقة من اللدائن البلاستيكية التي لا تتأثر ولا تزوب في الماء ومدت السقل بتاعتها من الكربوراندوم وإحنا قلنا دي مادة قوية جدا تستخدم في سنفرة ايه؟ دهان السليلوز دهان السليلوز هو دهان الدوكو اللي بندهن به السيارات يبقى السنفرة الجفة خلفيتها ورق أو قماش مادة السقل فيها غالبا تكون الرمل بتستخدم في سنفرة الخشب ومعجون الجدران السنفرة المقاومة للماء سنفرة الدوكو دي مادتها اللاصقة من اللدائن مادة السقل أو الجلخ من الكربوراندوم تستخدم في سنفرة دهان الدوكو السنفرة المستديمة من اسمها كده يعني هي قوية وبتعيش معي الفترة طويلة دي طبقة من الصلب يعني هي مصنوعة من المعدن عليها مادة السقل من مادة اسمها كربيد التنجستين وكربيد التنجستين أو كربيد التنجستين دي مادة قوية جدا 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 بتقاوم الاحتكاك حتى عشان كده بيصنع منها فوهات مسدسات الرش لمقاومتها العمليات الاحتكاك بتسبت على قطعة خشبية بعد كده في منها ناعم ومتوسط وخشن يبقى السنفرة نفسها من الصلب وفي مادة السقل بتاعتها كربيد التنجستين وبتسبت على قطعة خشبية عشان اقدر امسكها من قطعة الخشب منها الناعم والمتوسط والخشن دي سنفرة مستديمة سنفرة اللباد أو اللباد أو الصوف هو عبارة عن نسيج يشبه الصوف ولكن بيبقى الوبرة بتاعته اعلى ودرجة الخشونة بتاعته اعلى هنا بقى بستخدم مع اللباد أو الصوف حاجة اسمها صوف الصلب ده بيبقى عبارة عن برادة الحديد بتبقى زي شرايط كده نتجة من عمليات برد الحديد دي بتبقى طبعا خشن جدا هنشبهها كده بالسلك اللي احنا بنستخدمه في غسيل الاواني ده بيبقى عبارة عن برادة من الالمونيوم احنا هنا او من الاستلس احنا هنا هنستخدم برادة من الحديد بتبقى في شكل طولي كده او بتبقى لها نسبة طبعا عالية جدا من الحدة بستخدم برادة الحديد مع الالياف الصوفية او اللباد فبيديني درجة من درجات التماسك ما بين السطحين وفي نفس الوقت قدرة عالية جدا على صنفرة الاسطح بقوة طيب ايه اللي انا محتاجها القوة دي طبعا احنا عارفين السلك ده بيبقى قد ايه قوي قد ايه خشن طب ايه الحاجة اللي انا محتاجة فيها درجة الخشونة دي بستخدمها في ازالة الدهانات يبقى الصنفرة اللباد داخل فيها برادة من المعادن ده بيديها نسبة خشونة عالية جدا ده بيخليني اقدر استخدمها في ايه في ازالة الدهانات يبقى اللي احنا شفناه ان كل نوع من انواع الصنفرة بيرتبط تركيبه وطبيعته بالاستخدام اللي انا هستخدمه فيه طيب بعد كده بننتقل لسؤال تاني ما زلنا لسه في موضوع الصنفرة ما هي انواع ورق الصنفرة من حيثه النعومة الاول قبل ما نقول ايه انواع ورق الصنفرة من حيثه النعومة بقول هو ليه ورق الصنفرة درجات نعومة مختلفة درجة النعومة مرتبطة عندي بدرجة نعومة السطح اللي انا عايزها النهاردة كمان درجة النعومة مرتبطة بحاجة تانية هو ليه صنفرة نعمة وصنفرة خشنة الرقم ده جاي بناءا على ايه رقم نعومة الصنفرة مرتبط بعدد حبيبات مادة الجلخ فيه السنتيمتر طيب خلونا نتخيلها كده مع بعض لو انا عندي صنفرة خشنة جدا حبة الرمل بتاعتها هيبقى حجمها ايه كبير فبالتالي هلاقي عدد الحبات في السنتيمتر المربع عدد قليل كل ما الصنفرة تزداد نعومة الحبات دي حجمها يكون اقل فبالتالي درجة النعومة او رقم النعومة يكون رقم اكبر تاني رقم الصنفرة بيحدد بعدد زرات المادة الجلخ في السنتيمتر او في الوحدة ممكن في البوصة او في السنتيمتر المهم ان كل معدد الحبات بيكتر ده معناها انها حبات اصغر معناها انها تديني سطح انعم طيب لكل صنفرة رقم يعبر عن درجة النعومة او الخشونة ومنها افرخ او رولات زي ما قلنا وممكن تثبتها على آلات الصنفرة الكهربية بعد تقطعها انواع ارقام الصنفرة من حيث النعومة هي في صنفرة خشنة ارقامها 40-50-60 نلاحظ ان الصنفرة الخشنة ارقامها قليلة الصنفرة النعمة ارقامها هتبقى اعلى شوية الصنفرة المتوسطة هتبقى وسط ما بين الاثنين يبقى الصنفرة المتوسطة 80-100 تانيكة 40-50-60 المتوسطة 80-100 الصنفرة النعمة 120-150-180 كده ازداد عدد الحبات في المساحة الوحدة فبالتالي ده معناها انها بقت اصغر وبقت بتديني سطح انعم صنفرة نعمة جدا لك انت تخيل لما في صنفرة 40 وفي صنفرة 500 يبقى الصنفرة الخمسمية دي شديدة النعومة الصنفرة النعمة جدا او شديدة النعومة تاني لما انا اتخيل ان انا عندي 40 حب ترمل في البوسة او في الصنطي وبعدين عندي 500 حب ترمل في البوسة او في الصنطي يبقى انا عندي هنا الحجم صغير جدا 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 يبقى الحبة هتكون نعمة جدا 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 فده يستخدم في تنعيم الدهنات النعمة زي دهنات اللاكية مثلا لانها دي مش بتحتاج خشونة في عملية تنعيمة يبقى الصنفرة النعمة جدا 220 240 280 الالات بقى اللي بستخدمها في الجلخ والصنفرة طيب السؤال هما ليه اخترعوا لي الات لعملية الجلخ والصنفرة طبعا انا النهاردة عملية الصنفرة بتتم للسطح كله كلها عملية لو لاحظنا او فكرنا كانت بتتعمل ازاي بالايد كان الحق العامل يا اما بيحرك ايده بحركة دائرية مستمرة يا اما بيحرك ايده بحركة ترددية يا اما بيحرك ايده بشكل دائم او مستمر تاني انا النهاردة بصنفر بنشوف الصنفرة عشان اعمل احتكاك للسطح بحرك ايدي كده او بحرك ايدي بحركة دائرية كده او بحرك ايدي على السطح رايح جاي طيب النهاردة بقى هم عملوا لي ايه الحركة دي بتعمل طبعا مجهود كبير جدا من العامل طالما هتتعمل يدوي هتاخد وقت كتير فهم عشان يتجنبوا ويوفروا مجهود العامل ويوفروا الوقت عملوا لي آلات الجلخ والصنفرة نبص مع بعض كده أنا عندي أول حاجة حاجة اسمها طبعا هنتكلم ايه أهم مكينات الآلات أو آلات الصنفرة تستخدم طبعا المساحات الكبيرة تشتغل بالكهرباء عشان توفر معايا وقت وفي منها أنواع بتشتغل بضغط الهواء أول نوع منها مكينة الصنفرة الترددية مكينة الصنفرة الترددية طيب خلونا نفكر مع بعض كده الأول هنبص للمكينة الجزء السفلي منها ده هو اللي بيتركب فيه فرخ الصنفرة حسب نوع السطح اللي أنا هصنفره اسمها مكينة صنفرة ايه؟ ترددية طيب كلمة التردد التردد هو أن أنا بأقدم على الشيء وأرجع تاني تردد حركة مستمرة للأمام هو ده اللي بيعمله بدل مكان العامل بيحرك إيده للأمام والخلف هي المكينة بتشتغل الحركة دي طبعا بيتزبط سرعتها على حسب درجة الصنفرة اللي أنا عايزها والعامل هو اللي بيوجهها على السطح حركة ترددية بيبتدي أنا سبت فرخ الصنفرة على المكينة ببتدي أمسك المكينة المكينة بتتحرك حركة ترددية يمين وشمال أو أعلى إلى أسفل أنا بقى كعامل بمسك المكينة وتحرك بيها على السطح يبقى دي مكينة الصنفرة أو آلة الصنفرة الترددية تاني نوع مكينة الصنفرة الدائرية من اسمها كده احنا خلاص فهمنا مكينة الصنفرة الدائرية يعني بيتحرك القرص بتاعها اللي بيصنفر حركة دائرية بيلف حوله نفسه يبقى كأن العامل بيحرك إيديه كده يبقى أنا بحرك المكينة نفس الحركة برضو مين اللي بيتحكم في توجيهها على السطح هو العامل ده شكل مكينة الصنفرة الترددية الدائرية الدائرية بحط الفرخ بتاع الصنفرة وغالبا بيكون مدور بيتباعه هو فيه سقب من الوسط شبهة الاستوانة بتاعة الكمبيوتر كده وبيبتدي يتركب في المكان الخاص به بعد كده المكينة لما المطور بيشتغل بتلف في حركة دائرية والعامل بيوجهها عن طريق اليد حسب الاتجاه اللي هو عايزه بعد كده عندي مكينة الصنفرة زي الشريط او الدبابة بص لشكلها كده انت في بكرة ظهرة قدامك في بكرة تانية مختفية بيقول لي ايه عن مكنة الصنفرة الدبابة طبعا هو بيشبهها ليه لان الشريط بتاعها عامل زي شريط الدبابة العجلتين اللي بيدور او الاستوانتين اللي بيدور حوالين منهم الشريط بيدور في حركة دائمة الحركة دي بتخليني عملية الصنفرة متحركة يعني هتخيل ان انا عندي بكرة هنا وبكرة تانية هنا فيهم واحدة متصلة بالمطور دي بتدور بنفسها التانية هي قابلة للدوران ولكن هي مش متصلة بالمطور بنسميها دليل يعني دي مجرد ما بتتحرك معي بتعملي عملية تسهيل للحركة لكن دي اللي متصلة بالمطور ودي اساس عملية الدوران زي لما بنشوف السيارات بيقولك فيه سيارة اسمها دفع رباعي الدفع الرباعي اللي اربع عجلات بيكون ليهم قوة اتصال بالمطور ودفع لكن العربيات العادية العجلتين اللي قدام بيبقوا متصلين بالمطور والعجلتين اللي اتنين التانيين بيبقوا طبيعي بيدوروا معاهم طالما بيتحركوا لكن لازم يبقوا قابلين للدوران حول ايه؟ محورهم هنا نفس الحكاية بركب الشريط بالشكل اللي هو بيبقى على الاستوانة دي ولافف على الاستوانة التانية ومن تحت موجهة الى السطح يبقى انا عندي دلوقتي لما هتبتدي المكانة تشتغل بتشتغل كده تلفى حوالين البكرتين واثناء عملية دورانها دي بتقوم بعملية صنفرت او تنعيم السطح يبقى دي المكانة زاية الشريط او الدبابة دي اللي احنا شايفينها قدامنا دلوقتي على الشاشة المكانة زاية الشريط او الدبابة بعد كده بيكلمني بيقول لي طبعا العامل بيوجهها زيها زي اي نوع تاني بنسميها مكشطة الارضية لانها قوية في عندي بقى حاجة تانية بتستخدم في الصنفرة اسمها حجر الخفاف طبعا حجر الخفاف كلنا بنشوفه لو حد طبعا بيعرف بيباع بيقال علي ان هو حجر طبي في بعض انواع الاحجار هو طبعا في احجار كتير جدا ولكن لو حد شايف الحجر اللي بيستخدم في عملية الصنفرة يشترط ان سطح يكون شديد النعومة يعني مثلا هل الحجر اللي زي الزلطة الزلطة مسقولة سطحها شديد النعومة تنفع في الصنفرة اكيد لا عشان يكون في صنفرة لازم السطح يكون في نسبة من الخشونة طيب في الاساس حجر الخفاف ايه مصدره حجر الخفاف عبارة عن الاول عايزين نقول ايه انواع حجر الخفاف وهل ليه سور متعددة اه هو فيه انواع كتير وسور متعددة اولها هو حجر الخفاف الطبيعي شايفين شكله حجر الخفاف الطبيعي عبارة عن ناتج تاني عايزين نشوفه مع بعض بص هنا عشان لما تيجي تشوف احجر الخفاف اللي بتتباع هو بيفضل حجر زي ما هو ولكن بيهز بشكله يعني بدل ما هو شكله غير منتظم كده بيحاولوا القطعة منتظمة اقدر امسكها باديا حجر الخفاف الطبيعي هو ناتج من تجمد مقذوف بركاني يعني حاجة قذفت من البركان وهي ساخنة بعد كده تجمدت فكونت لهذه الاحجار بيكون منصهر ومادته الاساسية السيليكة بعد كده بيتجمد طيب انا باستخدمه ازاي بشكله على شكل قوالب الخفاف بص كده هو هو نفس الحجر ولكن تحكمت في شكله علشان اقدر استخدمه في عملية الصنفرة لو ركزنا في الصورة هنلاقي ان السطح بتاعه سطح خشن وفيه مسام تاني حاجة احنا قلنا دي القوالب ايه القوالب هي الحجر الطبيعي ولكن انا بشكله او بقطعه حسب استخدامي ليه ممكن اعمله على شكل هرمي ممكن اعمله على شكل دائري عشان اقدر امسكه باديه بشكل سليم اجود انواع الحجر الطبيعي اللي لونه بني ورماضي لان دول نسبة الشوائب فيهم بتبقى قليلة ودرجة نعمتهم بتبقى متوسطة وده بيسهل لي عملية استخدامهم يفضل وانا باستخدمه اغمسه وانا باشتغل به في زيت التربنتين لو باستخدم في دهان زيتي او في المية عشان يعمل لي سرعة الصحق او سرعة الصنفرة يعني لما ببلله ده بيخليلي عملية الصنفرة اسهل الشكل التاني للخفاف مصحوق الخفاف يعني بدل ما باستخدم الخفاف حجر بطحنه وبعمله بودرة هنا ايه الميزة في البودرة عن الحجر ان انا بقدر اتحكم في درجة نعومة البودرة اقدر اعملها نعمة جدا اطحنها طحن جديد اعملها متوسطة او اعملها خشنة طيب ازاي البودرة دي انا هستخدمها بمنتهى البساطة ببضل المسحوق على السطح وبجيب مادة باستخدمها في عملية الصنفرة او السقل للسطح يعني مسحوق الخفاف الاول بيسحق حتى درجتين نعومة مية ومتين طيب مين الشاطر المركز هيقول لي مين الاكثر نعومة الرقم الاعلى طبعا هو الاكثر نعومة مية ومتين بيوضع على السطح بحركه بقطع من اللباد او الصوف الخشن ودي بتضغط عليها وتبتدي تصنفر السطح بتتم الصنفرة في اتجاه الالياف للأسطح الخشبية وبحركة دائرية للمعادن مع التندية بالماء طيب عايزين نقول النقطة دي نوضحها لما بنيجي نشوف الاخشاب بنلاقي الخشب فيه رسومات الرسومات دي اللي احنا بنسميها التجازيع ده اتجاه الالياف اللي مصنوع منها الخشب الالياف لو حد فيكم ركز في الخشب كده لما بنيجي نقطعه كده هو عبارة عن شعيرات الشعيرات او الالياف دي لها اتجاه تلاقي الرسمة يا اما متجهة يمين يا اما متجهة شمال المهم انها لها اتجاه اذا انا صنفرت عكس اتجاه الالياف هيعمل لي وبرة على سطح الخشب يعني هيديني كده شعر شعرات كده من الخشب زي لما كون بصرح شعري عكس اتجاه الطبيعي للشعر فبالتالي انا النهاردة لو جيت عملت الالياف او صنفرت الالياف عكس اتجاه الالياف هيعمل لي وبرة يبقى انا لما بصنفر الخشب بصنفر في نفس الاتجاه بتاع الالياف بالنسبة للمعايدن بقى حركة دائرية لان انا محتاج عملية ضغط وعملية ايه وعملية تنعيم اقوى وبنديب المية او بتديله سنة مية علشان خاطر يديني سهولة في الحركة النوع الثالث من الصنفرة حاجة اسمها السبية ما هي السبية وفيما تستخدم كلمة سبية يمكن تكون اول مرة تسمعها السبية هي عظام الاسماك الكبيرة طب حد يقول لي هي العظام طب ما العظام بيبقى سطحها ناعم هستخدمها ازاي في عملية الصنفرة انا هستخدم الوجه الاخر ليها يعني ليها وجه املس زي ما احنا شايفين كده بتبقى عظام الاسماك الكبيرة ليها وجه املس وليها وجه في نسبة خشونة انهي اللي باستخدمه في الصنفرة سمع الشطرين اللي بيقولولي طبعا الوجه الخشن السبية بقية لعظام الاسماك الكبيرة بيضاء اللون هشة هشة يعني سهلة التفتت طيب زي إيه زي إنت لما بتيجي تشتري أستيكا فيه أستيكا وأنت بتستخدمها بتلاقيها بتتبري معك بتخلص بسرعة هي دي شبهها هي دي بتبقى سهلة أثناء الصنفرة إنها تتآكل بسهولة ده معنى كلمة إنها حشة يبقى السبية بقايا عظام الأسماك الكبيرة لونها أبيض حشة بتتفتت بسهولة تستخدم في تناعيم الدهانات الممتازة لأنها بتتديني تناعيم شديد زي دهان ألا كيه طيب لما يجي يقول لي علل لماذا تستخدم عظام السبية في صنفرة الدهانات الممتازة زي ألا كيه هقوله لأنها بتتديني سطح شديد النعومة يبقى ليه في الدهانات الممتازة لأنها بتتديني سطح شديد النعومة ده شكل تاني ليه هو ده ببين لك هو الوش وده إيه الضر بص ده 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 النحية اللي بصنفر بيها اللي فيها نسبة خشونة أو مسامية طيب إيه أهم معدات التنقية؟ تنقية يعني تصفية أو تنظيف الدهان من الشوائب التنقية هي بخلص الدهان بتاعي أو الرمل بتاعي من الشوائب بنشوف عمال البناء قبل ما بيستخدموا الرمل بينخلوه في المنخل عشان يشيلوا الزلط الكبير إحنا كمان قبل ما نستخدم مواد الدهانات بتاعتنا لازم نصفيها أو نخليها خالية من الشوائب ولو عندي رمل أو حاجة لازم بنخله عشان أتحكم في درجة نعمته أول حاجة من أدوات التنقية عندي المناخل المناخل طبعا جمع كلمة إيه؟ منخل اشرح استخدامات المناخل مع الرسم هنا بقى دخلنا في نطاق أننا الرسمة هتطلب مني طب وكل اللي فات ده هو تميس كل اللي فات ده هيجيني فيه أسئلة مقالية يعني هو مش هيقول لي ارسم الصنفرة لكن هيقول لي تكلم عن أنواع الصنفرة هيقول لي بتستخدم إزاي هيقول لي ليه الصنفرة دي كذا ودي كذا قارن بين أنواع الصنفرة ولكن أنا هنا دلوقتي بقى مطالب برسم المنخل طب أنا لازم أرسم أربعة كده لا لا أنا بكتفي لما بيطلب مني رسمة أن أنا برسم نموذج واحد يوضح أن أنا فاهم الرسمة دي عبارة عن إيه طيب خلينا نشوف المناخل زي ما احنا شايفين صورتها قدامنا بيقول لي عبارة عن طارة دائرية الطارة اللي هي الحلقة الخارجية مصنوعة من القشب أو المعدن بيشد على أحد الوجهين بتوع الطارة أو الاستوانة دي شكل استواني ولكن ارتفاعه صغير بشد عليها سلك معدني شبكي دقيق العيون وأحيانا سلك من البلاستيك وزمان كان فيه منخل بيشده عليه حرير عشان يبقى شديد النعومة يبقى أنا في عندي المنخل الطارة أو الإطار الدائري اللي هو اللي استوانة مفتوحة من الجهتين بشد عليها أو بقفلها من جهة واحدة بسلك دقيق العيون طيب مين الشاطر اللي مركز معي بيقول لي أن طبعا فتحات السلك دي بتتغير حسب درجة النعومة اللي أنا عايزها السلك ده ممكن يكون معدني ممكن يكون بلاستيكي وممكن يكون مصنوع من الحرير لو أنا عايزة درجة نعومة عالية جدا 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 زي الشاشة الحريرية بتنفذ الألوان ولكن طبعا هي درجة النفذ بتاعها أو درجة النعومة اللي بتنفذ منها لازم تكون عالية جدا باستخدموا في إيه المنخل؟ باستخدموا في نخل المصاحيق والملونات عشان أنقيها من الحبيبات السميكة أو التخينة اللي ممكن تعملي خشونة في السطح طيب خلينا نشوف كده هنرسم المنخل إزاي رسم المناخل الأول بص على شكله عشان اللي بتدي نشوف هنرسمه إزاي طيب الشكل ده عبارة عن إيه؟ هو عبارة عن منظور بتاعها ستوانا طبعا انتوا خطوا المنظور في الرسم الهندسي وأنا زي ما فكرتكم في الحلقات اللي فاتت إحنا ما عندناش مادة منفصلة عن بقية المواد المواد عندنا كلها موضوع واحد كلها مواد تخصص ومواد فنية مرتبطة ببعضها الموادات مرتبطة بالخمات مرتبطة بالأمن الصناعي مرتبطة بالعمليات مرتبط بالرسم الهندسي وبالرسم الفني كمان ده عبارة عن ستوانا هنبص كده لما اجرسمها هرسمها ازاي؟ هرسم شكلين بيضويين متقطعين فيديني التقاطع بتاعهم ده يديني السمك بتاع الايه؟ اللي ستوانا أو المنخل طبعا الجزء الفاتح اللي احنا شايفينه في النص ده بيعبر عن السلكة أو عن الشبكة اللي هي العيون اللي بيتم النخل من ايه؟ من خلالها ده شكل المنخل عندي بعد كده بقى بيكلمني عن المصافي حتى لو انا مش عارف انا عارف في البيت المصافي اللي موجودة في البيت بتستخدم في ايه؟ المصافي طبعا بتستخدم فيه تنقية السوائل من الايه؟ الحبيبات الزائدة عشان تديني درجات النعومة اللي انا عايزاها يعني تديني سائل صافي ما فيهوش اي شوائم ايش راح استخدامات المصافي مع الرسم؟ المصفى على شكل مخروط ناقص تشبه الامع عارفين طبعا شكل الامع والمخروط الناقص تكلمنا عنه المرة اللي فاتت لما شرحنا الجرادل وقلنا هو ازاي شكل المخروط الكامل اللي هو شبه الامع بقطع الجزء العلوي منه فيبقى مخروط ناقص هنا بقى عندي هي على شكل مخروط ناقص الفتحة بتاعته بحط عليها شبكة الشبكة دي السقوب بتاعتها هي اللي بتقوم بعملية التصفية طب هل ده الشكل الوحيد للمصافي؟ طب ما احنا عندنا في البيت مصفى على شكل نصف كرة اللي هي المدورة عندي اشكال متعددة من المصافي يعني انا مش مرتبط بشكل واحد طيب بس المهم عندنا زي ما قلنا عندي مصافي على شكل نصف كرة دائرية عندي مصفى ممكن تكون مربعة عندي مصفى ممكن تكون زي ما احنا بنقول زي القمع او زي المخروط بتبقى متسعة من اعلى وضايقة من اسفل هنا بيقول لي ان الجزء السفلي منها بركب فيه الشبكة بتاعت التصفية يفضل طبعا انها يكون لها يد عشان اقدر اتحكم في عملية التصفية طيب بص شكل المصفى بقى اعمل ازاي الاول زي ما قلنا العيون بتبقى سبتة او متحركة يعني ايه سبتة او متحركة هو امع انا لو شلت المصفى من تحت بقى مجرد امع طب ايه فيه ايه فايدة ان تكون عيون المصفى متغيرة ان انا المصفى تبقى بدرجات نعومة مختلفة بصف بيها ورنشات زيوت اي سوائل لضمان خلوها من الشوائب او الكتل يبقى دي وظيفة المصفى تعالوا نبص بقى طبعا المصفى العيون بتاعتها ديقة طبعا لو سبت الدهان فيها الدهانات بتاعتي كلها فيها موضة لاثقة كلها قابلة للجفاف لو ما غسلتهاش هيحصل ايه للعيون بتاعت المصفى هتتسد طبعا يبقى المصافي ومش بس المصافي جميع الادوات جميع الادوات اللي باستخدمها في عملية الزخرفة او الدهانات يجب ان انا بعد الاستخدام لازم اقوم بعملية غسلها فرش بتاعتي لو ما غسلتش هتتلف سدت او الفرشة نشف على الالوان على الاشعار بتاعتها او المصفى نشفت الالوان في السقوب بتاعتها خلاص اصبحت تلفة وملهاش اي استخدام بالنسبة يبقى اول حاجة بعملها بعد الانتهاء من العمل غسل ادوات الدهان بشكل جيد وتكففها بخسلها عشان ما تتسدش وما تتقصرش بكففها عشان ما تصديش طيب السؤال بخسل بايه؟ بخسل اي نوع دهان بنوع المزيب بتاعه اذا استخدمت دهان بلاستيكي اخسل بالمية اذا استخدمت دهان زيتي اخسل بالنفضة او بالكيروسين اذا استخدمت دهان سليلوزي اخسل بالتنر او بالاسيتون يبقى نوع اذا استخدمت ورنيش كحولي اخسل بالكحول يبقى نوع المادة اللي بنظف بيها الديهان حسب نوع الديهان اللي انا كنت بستخدمه يبقى لازم بنظف المصفة كويس ولازم بجففها نيجي بقى الرسم المصفة برسمها ازاي بص عندي شكل المصفة ده شكلها شايفين اللي ممسوك باليد ده ده الجزء المتغير اللي هو انا اقدر اخليها عيون ديقة اقدر اشيل القطعة دي وحط بدلها قطعة تانية تبقى العيون واسعة اقدر اشيلها خالص واستخدمها زي الامر اقدر احط اي نوع من الفتحات بغير الطارة اللي تحت دي فبالتالي بتديني درجات تصفية مختلفة ادي شكل المصفة الجزء الدائري اللي على يمين ده اللي هو بيبقى متركب فيها من تحت لو انتوا فاكرين هتلاقوا شكلها زي الجردل لان هي برضو عبارة عن مخروط ناقص هنا المخروط ناقص برضو مقلوب ولكن هنا دي مفتوحة من فوق ومفتوحة من تحت وبيبقى متركب عليها الجزء اللي فيه الشبكة ده شكل تاني من اشكال المصافي وده شكل صحيح للمصفة برضو مفيهوش اي مشكلة واليد بتاعتها اللي احنا بنمسكها منها بعد كده الاقمع طيب مين يقول لي القمع بيستخدم فيه خليني كده افكر معك القمع فكر في البيت حتى لما بنيجي نستخدم الاقمع بنستخدمها فيه الاقمع لا هي للتصفية ولا للحفظ الاقمع بتستخدم في ايه ايوة بروفو عليكم بتستخدم فيه نقل السوائل امتى بحتاج لها انا عايزة انقل من وعاء واسع جردل مثلا مليان دهان عايز اعبي فيه صفيحة الفتحة بتاعتها فتحة صغيرة جدا لو انا جيت اصب من الجردل للصفيحة ههضر كمية دهان كبيرة جدا اثناء عملية نقل السائل ومال ايه فايدة الاقمع تعال كده نفكر في شكل الاقمع بصوا لشكلها عشان تعرفوا ايه فايدتها هي فيها الجزء اللي فوق متسع والجزء اللي تحت ديق يبقى انا هصب في الجزء المتسع براحتي وهي هتنقل لي للجزء الاكسر ايه ديقا يبقى الاقمع دي اتعملت ليه الاول قلنا الاقمع من المعدات المساعدة اشرح وزفتها مع الرسم طبعا مخروط برضو ناقص بس تحت منه مخروط تاني اصغر هم مخروطين مع بعض واحد كبير وواحد صغير بتستخدم في نقل الايه السوائل زي ما احنا شايفين تعالى بص على الرسم كده شايف الامع اللي على اليمين فيه سقوب يبقى انا هنا ممكن استخدمه امع وفي نفس الوقت بيقوم بعملية التصفية يبقى هو عبارة زي ما احنا شايفين عن مخروط كبير الواسع اللي بقدر اصب فيه بحريتي منتهي بمخروط صغير او زي الانبوبة الصغيرة الانبوبة دي بتنقلي الى وعاء الفوهة بتاعته ضيقة فبقدر حاجة ضيقة ده شكل الامع هنرسمه ازاي بص معايا للرسمة ايوة برافو عليكم مخروط ناقص مقلوب تاني الرسم الهندسي بيلعب دوره معنا فيه عملية رسم المعدات مخروط ناقص مقلوب ولكن هنا القعدة السفلية بتاعته ضيقة شوية لانه هينتهي بمخروط تاني اصغر منه اطول ده اللي هو القمع الصغير او العنق بتاعه اللي بيستخدم فيه عملية نقل السوائل للأوعية الضيقة ودي اليد بتاعته اليد اللي بتستخدم فيه امساك القمع عندي معدات بتستخدم فيه التنظيف والغسيل معدات بيستخدمها في التنظيف والغسيل يعني بخسل او بنظف بيها لستوبة لستوبة اداية بسيطة جدا 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 عبارة عن قطعة قماش حتة قماش ما هي اللي استوبة؟ لاستوبة عبارة عن قطعة قماش بجيبها من اين؟ من بقايا المصانع بستخدم الاقمشة يفضل الأقمشة القطنية عشان سهولة امتصاص السوائل والدهانات وبتنظف لي السطح التاعي كويس يبقى الاستوبة هي عبارة عن قطعة من القماش طيب القطعة دي بستخدمها في ايه؟ بنظف بيها الأسطح من بقايا الدهانات أو الأتربة ويجب أن تكون خالية من الزيوت والشحوم يعني هي نفسها لازم تكون نظيفة عشان تقوم لي بعملية تنظيف السطح يبقى اي نوع قماش ويفضل الايه؟ الأقطان بعد كده عندي مادة بتستخدم فيه تنظيف الأسطح وترطبها مادة الإسفنج طبعا اللي سامع عن الإسفنج قبل كده عارف المعلومة إن الإسفنج في الأساس هو كائن بحري ده الإسفنج الايه؟ الطبيعي طب خلينا السؤال هيجيني يقول لي تكلم عن أنواع واستخدامات الإسفنج أولا الإسفنج الطبيعي سفنج الطبيعي هيكل حيوان بحري يعيش قرب الشواطئ ويمتاز بالمرونة يعني هو في الأساس كان زي بيت لحيوان بحري زي ما أنا عندي كده القواقع اللي احنا بنلاقيها على البحر دي كان بيسكنها كائنات بحرية رخوة بتعتبر ده بيت ليها فده كان هيكل لحيوان بحري الحيوان ده بيبقى قريب من الشواطئ عشان كده بيقدروا يصطادوا الهياكل دي ويستخدموها طيب الاسفنج الطبيعي اللي جاي من البحر هو ده اللي أنا بستخدمه عندي في الورشة لأ ليه بقى الاسفنج الطبيعي غالي السمن حصول عليه فيه درجة من درجات الصعوبة لأن ده طبعا مادة طبيعية كمان فيه عيب أن التحكم في درجة نعمته صعب جدا التحكم في درجة خلوه من الشوائب برضو صعب فبالتالي عشان كده اخترعولي الاسفنج الايه الصناعي طب خلينا الأول نشوف مع بعض أنواع الاسفنج الطبيعي الاسفنج الطبيعي أول نوع منه النوع الخشن صوف الملمس يعني خشن لدرجة أنه بيشبه الايه الصوف واسع المسام عشان هو خشن سهل التمزق نسبة الشوائب فيه عالية عشان كده تمنوا ايه؟ رخيص يبقى خلينا نقول مع بعض لو جي سؤال قال لي علل ليه النوع الخشن من الاسفنج تمنوا رخيص هقوله لأنه خشن فيه شوائب كتير مسامه مفتوحة بيتلف بسرعة ده شكله بص المسام بتاعته كبيرة جدا ازاي بعد كده عندي النوع المتوسط يبقى مسامه ايه؟ متوسطة وتحمل المتوسط النوع الناعم طبعا ده ممتاز متماسك مسامه دايقة ناعم خالي من الشوائب يحتفظ بالمية بيستخدم في تنظيف الدهنات الغالية زي اللاكيه والسليلوز اللي احنا قلنا عليهم دهنات ممتازة يبقى النوع الناعم هو أجوادها ولكن رغم كده الاسفنج الصناعي أفضل بالنسبة لي ليه الاسفنج الصناعي أفضل؟ لأن بقدر أتحكم في درجة نعمته وحجمه وشكله وكل حاجة أعلل ليه يفضل الإسفنج الصناعي؟ لسه بنقول إسفنج الصناعي بقدر أتحكم في السمك بقدر أتحكم في الكسافة بقدر أتحكم في اللون بقدر أتحكم في الحجم الإسفنج الصناعي بيجي من مواد غروية لاصقة بحط معاها لدائن وبستخدم مواد ملئة بعمل الخلطة بتاعتي دي وبعمل لها عمليات التصنيع فبقدر أتحكم في درجة المسام ودرجة النعومة وقدرة الامتصاص وطبعاً تمنه رخيص لأنه مادة صناعية زي ما احنا شايفين ده الإسفنج الصناعي الإسفنج بشكل عام ببلله بالمية بنظف به الأسطح أو برطب به الأسطح طيب في حاجة اسمها المعدات المساعدة المعدات بتعملي إيه أثناء شغلي؟ بتساعدني بتساعدني في عملية الرسم أو التلوين أول معدة من المعدات المساعدة البلدات طبعاً احنا طلاب زخرفة مر كده تقريباً أكتر من شهر من بداية الدراسة استخدمنا البلدات رسمنا في الرسم الفني استخدمنا البلدات بتاعتنا اللي بنعمل فيها إيه؟ اللي فاكر يقول لي طبعاً البلدات بتاعتي باستخدمها في مسج وتحضير الألوان حتى دلوقتي فيه بلدات من النوع المغلق إن أنا أقدر لو أنا مقدرتش أخلص شغلي في المدرسة بقفل البلدات وباخدها معي أكمل الشغل بتاعي في البيت طيب السؤال بيقول لي تكلم عن أنواع البلدات مع رسم ميسي ده شكل من أشكال البلدات بيقول لي إيه بقى البلدات الخشبية في بلدات خشبية تصنع من خشب الأبلكاش الرقيق سمك 3 ملي على شكل بيضاوي أو مستطيل وفيها دليل أو فتحة لوضع إصبع الإبهام طيب اللي هي البلدات اللي احنا بنشوفها مع الفنانين أو الشكل اللي هو ده أو الشكل اللي بيشبهله طب ده يفرق عن البلدات اللي أنا باستخدمها دي بلدتي اللي أنا باستخدمها البلدتة البلاستيكية بتاعتي تصنع من البلاستيك وبتبقى خفيفة الوزن ورخيصة السمن وسهلة الحمل ولها عيون غائرة يعني غويطة علشان أخط فيها أمزك فيها الألوان المائية والزيتين اللي هي زي دي بلدتك اللي انت بتستخدمها فين في المدرسة طيب عندي بقى هنا توضيح مهم جدا ليه أنا عندي بلدتة خشبية مسطحة وليه عندي بلدتة اللي انت بتستخدمها اللي فيها العيون العميقة إلى حد الماء الفنان اللي بيشتغل في أعمال التصوير الزيتي أو التصوير بأي نوع من أنواع الألوان أنا بس عايزة قبل ما نتكلم في ده نقول يعني إيه كلمة تصوير التصوير هو عملية نقل نقل للطبيعة أو للحاجة الموجودة قدامي يعني لما بصور بالكاميرا مشانا بسميه ده تصوير ده اسمه تصوير إيه؟ فوتوغرافي لما باجي أرسم رسمة موجودة في الطبيعة بالألوان الزيتية ده اسمه تصوير زيتي يبقى التصوير هو عملية النقل للشكل اللي موجود عندي في الطبيعة ده المعنى البسيط لكلمة التصوير طيب أنا النهاردة لما باجي أعمل عملية رسم البرتريه أو لشكل إنسان طبيعي أو كده الرسمة دي بيبقى فيها درجات ألوان متدخلة جدا مش زي رسمتك رسمتك أنت بتعمل الدرجة الأولى تخلص بها جزء من الرسمة وبعدين تعمل الدرجة الثانية وبعدين تعمل الدرجة الثالثة فبالتالي البلدة بتاعتك أنت عايز كل لون في عين إيه؟ مستقلة خلص درجة وتنقل التانية وبتعمل العيون بتاعتك على قد كمية اللون المناسب لعملية إيه؟ تلوين الجزء اللي هترسمه في الرسم الفني أو في مادة العملي تعالي بقى للفنان اللي بيرسم الفنان اللي بيرسم محتاج بلدة مفتوحة سطح واحد أخذ من اللون ده أحط على ده أحط على ده علشان أجيب الدرجة اللي أنا عايزها فأنا عايز البلدة عندي بيسموها بلدة مفتوحة أقدر أمزك فيها الألوان بسهولة من هنا لهنا لهنا لأن أنا مش محتاج كميات من اللون واحد ده أنا ممكن لو أنا برسم أو بعمل في عملية تصوير برسم شعر كل درجة أو كل شعر فيها درجة أو ليها درجة ظل ونور مختلفة فبالتالي أنا ممكن في جزئية صغيرة كده أستخدم أكتر من 3-4 درجات من اللون فأنا مش بكون كمية من درجة اللون ولكن أنا بعمل خلط مباشر على البلدة المفتوحة وده اللي بتسمح لي بيه البلدة الخشبية طيب يبقى قولنا البلدات بتستخدم في مسجأ الألوان في أعمال التصوير والأعمال الزخرفية طبعا ده شكل من أشكال البلدة بعد كده بيقول لي بقى البلدة الخشب بدهنها بالورنيش الشفاف علشان ما تشربش الألوان الخشب بطبيعته هيشرب اللون طبقة الورنيش بتعمل زي عازل هرسم البلدة ازاي شايفين شكلها؟ شكلها بيضاوي ممكن هرسمها مستطيلة أي شكل أنا عايزاه هرسمها كده في الأول وبعدين هعمل فيها الدواير الملونة اللي هي بتاعة الألوان كأنها فيها ألوان ده شكل الإيه؟ البلدة تاني بسوا مع بعض كده طبعا شكلها جميل والألوان احنا قلنا الألوان حياة من المعدات المساعدة عندي المساطر طبعا كلنا من وإحنا في المرحلة اللي ابتدائية بنستخدم المساطر كنا بنستخدمها في إيه؟ بنستخدمها في عمل خطوط مستقيمة لما بنيجي نسطر الصفحة بتاعتنا تصنع من إيه؟ وبتستخدم في إيه؟ طبعا احنا عارفين كنا بنستخدمها نسطر بيها كشاكل بتاعتنا كي نبقى شكلها جميل كنا بنستخدمها في القياس واحنا بنستخدمها في الهندسة يبقى المساطر حاجة من الآتنين يقhape عمل خطوط مستقيمة يق trov في القياس المساطر بتصنع من البلاستيك أو من الصلب المرين المساطر المعدنية أو من الخشب الصلب زي الزين أو المهوجني لازم يبقى خشب صلب عشان وأنا بقاوس بيها تبقى مستقيمة وسبتة في مكانها ده شكل المساطر المعدنية ده شكل المساطر المصنوعة من الصلب أو المعدن حفة المساطرة بتبقى مشطوفة ما بتبقاش تخينة عشان تديني تحديد جيد تلاقي حفة المساطرة لازم تبقى رفيعة عشان أقدر أحدد عليها الخط بسهولة طول المساطرة من 30% لـ 100% طبعا فيه مساطر أقل من 30% وفيه مساطر أكتر من 100% لكن ده المتوسط أو المتعارف عليه تستخدم في القياس ده واحد اتنين فيه رسم الخطوط المستقيمة ده شكل المساطرة طبعا لو طلب مني رسم المساطرة رسمتها سهلة جدا لو طلب رسم المساطرة الرسمة بتاعتها سهلة ما فياش أي حاجة هرسم المساطرة وحط عليها الترقيم أو التقسيم بتاعها ده شكل المساطرة بعد كده عندي حاجة اسمها المساند من اسمه كده يعني بعمل ايه؟ بسند عليه مما تصنع المساند وفيما تستخدم بسلي كده المسند قطعة من الخشب الزين أو المهوجني زي ما قلنا خشب صلب استوانية الشكل وقد تكون مبططة ممكن تكون استوانية وقد تكون مبططة استوانية يعني زي الايد بتاعة المكنسة اللي بنكنس بيها بتبقى مدورة أو استوانية وممكن تكون مبططة زي المساطر الخشب بتنتهي بكرة كرة أو منشور صغير قطعة صغيرة تخليها مزاي المسطرة المهم طولها حوالي 70 سنتي بيستخدم لسند اليد عند ملء الزخارف والكتابات طيب خلينا نتخيل مع بعض كده لأول نشوف شكله وبعدين هقولكم التخيل بتاعنا ازاي المسند ده بيشتغل وبيشتغل ليه اولا المسند ده اكتر حاجة بستخدمه لما باجي ارسم على الحوائط النهاردة وانا بشتغل على الحيطة او حتى وانا بشتغل على اي سطح بيبقى اي دي محتاجة تسند على السطح وانا بشتغل طيب خليني وانا بلون الالوان بتاعتي لسه فيها نسبة طراوة او نداوة طرية الالوان طرية انا عايز اسند اي دي فبعمل ايه بقى المسند ده فيه كورة زي ما اتفقنا يعني مزاي المسطرة بيتلتصق بالسطح مش بيبقى ملتصق على السطح الكورة دي بتعمله تعالية فلما باجي احطه على السطح وانا شغالة بحط الكورة او المنشور ده في مكان بعيد فيبقى المسند اسند عليه ايدي وفي نفس الوقت يبقى ايدي مش جاي على الحيطة وهو غير ملامس للحيطة يبقى نرجع للرسمة كده الكورة دي فايدتها ايه بتبعده عن الحيطة بتخليه غير قابل انه يلتصق بالالوان ويبقى يسمح لي ان انا اسند ايدي عليه بحرية عشان كده اسمه ايه مسند برسمه ازاي برسم الزراع بتاعي الخشبي اللي مدور قولنا او مبطط وبعد كده برسم في نهايته الكورة او المنشور اللي انا بستند عليه تستخدم زي ما قولنا ليه بسند عليها اسناء ملو الزخارف حامل اللوحة طبعا ده بتشوفوه دايما في الافلام او في الحقيقة برسموا عليه الفنانين الكبار وانتو هتستخدموه طبعا اشرح ما تعرفوا عن حامل اللوحات بيصنع من خشب الزين او الموسكي على شكل شبه منحرف متساوي الساقين والظهر شكل حرف T ومتسبت منفصلة بصي شكله طبعا شفته قبل كده ده شبه منحرف الشكل من وراء عامل زي حرف مصطرها لحرف T متسبت على الضلع الخلفي ده منفصلة عشان اقدر اتحكم في درجة الميل كمان المسند اللي بسند عليه اللوحة بيتحكم بمسامير اقدر ارفع اللوحة لفوق او انزلها لتحت يعني باختصار بيتغير المكان اللي بسند عليه اللوحة عشان اعليها او اقللها ايه فائدته فائدته انه بيخليني اقدر اسبت اللوحة في الوضع اللي ريحني اثناء عملية التلوين وده بيسهل على المزخرف اخر حاجة هنتكلم فيها النهاردة جميع المعدات اللي احنا تكلمنا عنها لازم اقوم بعملية تنظفها يبقى هنختتم النهاردة الدرس بتاعنا بان جميع الادوات اللي انا استخدمتها مصاطر مصافي مناخل بلدات ادوات كلها لازم اقوم بتنظفها الشاطرين اللي فاكرين اللي بنظف بنوع المزيب بعد الاستخدام مباشرة وبقوم بعملية تكففها بكده نكون خلصنا حلقاتنا النهاردة خليكوا دايما فاكرين لكل مجتهد نصيب اجتهدنا وطموحنا هو سر نجاحنا دمتم متفوقين اشوفكم على خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة